السؤال اللي بعد كده بيقول أعمل إيه في المصاحف اللي وراءها اتقطع ونقص منها بعض الأوراق كنا زمان بديتكلم على منبادرة مهمة قوي قوي وهي مسألة إن حد يجمع أوراق المصاحف دي ويعيد تدورها وبالفعل في مؤسسات بتعمل ده بتيجي تأخذ المصاحف وتفرم الوراء وبرضو تعيده مرة تانية في الإيه تعيده مرة تانية في مسألة إن هي تدخل في صناعة المصاحف مرة تانية دي أفضل طريقة إن احنا نشوف المؤسسات اللي بتاخد الحياة دي ويتفرمها وترجعها كمان يتعامل بها مصاحف دي أفضل طريقة وأحسن طريقة طيب لا أنا ممكن أخلي المصحف ده عندي حتى لو هو ناقص من غير ما يبقى علي إسم صح ممكن أخليه عندي ومسلا أقرأه لربع ياسين الجزء اللي ضاع منه جزء من إيه جزء من الأمام ولكن أنا أستخدمه في ربع ياسين أستخدمه في حفظه وانتصى في القرآن فمش لازم لازم نقول مش لازم المصاحف اللي تقطعت منها أوراق إن لازم أنا أعدمها لو هي ما زالت عندي ومحافظ عليها وتستعمل لبأس إن هي يحافظ عليها وتستعمل يبقى بتسألين نعمل إيه لو فضلت أو بتسأل نعمل إيه لو فضلت في البيت وبيستعملها بأن يقرأ فيها الناس وأن هذا لا يحدث عندهم خلل في ترتيب الصور ولا ترتيب الآيات ولا أي شيء خلاص الجزء بس اللي هو تم قطع الأوراق منه خلاص هو ده اللي احنا ونقرأ بعد كده بعد الجزء اللي هو ما فيه قطع الأوراق لو إحنا مش قادرين بقى لا إحنا عايزين ما يبقاش المصحف ده عندنا لإن إحنا لا نستطيع إن إحنا نستعمل وإن نكون حريصين بهذا الشكل على طول إحنا ممكن عندنا شوية أدوات إن إحنا بما نحفظ به هيبة القرآن بما نحفظ به هيبة القرآن إزاي قلنا إن إحنا نوديه لمن يستطيع أن يعيد تدويره في مسألة إيه في مسألة طباعة المصحف مرة ثانية لا ما عندناش يجوز إن إحنا نقوم بحرقه نجوز إن إحنا نقوم بحرقه بحيث إن ما يحصلش أي نوع امتهان لهذه الأوراق يبقى إحنا عندنا بالتدريج كده نوديه للناس اللي بيأخذوا المصاحف ويعيدوا تدويرها لو نحتفظ به ونستطيع إن إحنا ننتفع به وليس هناك اسم علينا إن يبقى المصحف ناقص أوراق والأمر اللي بعد كده ما قدرناش نوديه للناس بتعيد تدويرها أو نحرقه بحيث إن إحنا محدش يكون فيه استعمال غير مناسب ولا فيه أي نوع من أنواع المهانة للقرآن السؤال اللي بعد كده يقول يا شيخ أنا بحب الصلاة بس بكسل أعمل إيه علشان ماكسلش مسألة الصلاة دي مسألة مهمة جدا إن إحنا نفهمها لإن إيه اللي حاصل كتير من الناس بيكسلوا عن الصلاة لأسباب كتير جدا إن هي أول سبب بيكسلوا علشانه التأجيل أنا أقوم أصلي بس أخلص اللي في إيدي مشهورة الحكاية دي النفس الأمر بالسوق بتلعب بيها أنا أخلص بس اللي في إيدي وأقوم أصلي آه دي مشهورة اللعبة دي النفس الأمر بالسوق بتلعبها وما أبرق نفسي إن النفس الأمرتهم بالسوق حتى الناس اللي بيصلوا آه ويا سلام بقى لما تخليك تخرج الصلاة عن وقتها فإنه يحصل فيحصل لك واجع في قلبك وتحس بالضيق وتحس بالحرج وتحس بإن أنت إيه ده أنا ما بقيتش إنسان عابد لله فعلشان كده إيه اللي حاصل اللي بيأجل ما يأجلش الصلاة يعني ما يأجلش الصلاة أول ما تتذكر إن أنت إسقاء ده الأدنة ده قوم صلي يعني قوم صلي ولا تؤجل لما يحصل ده إن أنت تقوم تصلي ولا تؤجل هتحس إن أنت خلاص ذهب عنك الكسر يعني لما تسارع إن أنت تصلي بيذهب عنك الكسر وده شيء مهم جدا جدا يبقى إيزا يبقى أول حاجة نعمل إيه نسارع للصلاة يبقى نتخلص من كسر بإن إحنا نسارع إلى الصلاة واحد يقول لي لأ ما أنا أصدي إن أنا بكسل إن أنا ما بعرفش أسارع للصلاة طيب يبقى الكسل ده ليه سبب إيه السبب بقى إن أنت حاسس إن أنت لست بالإنسان الذي يقبله الله فأنت لازم تبعد عن هذا المعنى تبعد عن معنى إيه إن الله لا يقبلك ولذلك إلا حاصل قوم صلي حتى لو إنك إنت حاسس بإنك إنت قلبك مش حاضر لإن انتظار إن أنا تنتظر دقيقتين أو تلاتة عشان قلبك يبقى حاضر في الصلاة مش هو ده الحل قوم للصلاة على طول بادر للصلاة على طول لما تبادر للصلاة وتتعاود إن أنت تصلي كل ما بادرت للصلاة هتحس إن أنت صاحب همة وهتحس إن أنت صاحب هزم فيذهب عنك الكسل إن شاء الله ولذلك بادر إلى الصلاة وصلي حتى لو قلبك مش حاضر وما تسمعش كذب النفس وهي بتقولك لا انتظر شوية عشان قلبك يكون حاضر ويكون الأمور هدية ونفسك تكون طيبة وتصلي بعد ذلك لا قم وصلي مباشرة ولو تعودت على أنك إنت تبادر إلى الصلاة هتجد في نفسك همة وتعرف أنك قد أمدك الله سبحانه وتعالى وأعطاك من مدده الذي لا ينقطع لكي تقوى على نفسك الأمارة بالسوء يا رب كرمنا وجعلنا دايما في رضاك وجعلنا يا ربنا في حماك والهمنا يا ربنا مددك الذي به نقوى على أنفسنا ونخرج من براثنها ونكون لك وحدك يا رب العالمين اللهم اجعل حجابا من نورك بيننا وبين أنفسنا وجعلنا يا ربنا في رضاك وجعلنا ممن يذوقون حلاوة أليس الله بكاف عبدك فيا ربنا اكفنا برضاك وبنورك ونورك كل ما تؤذين به أنفسنا واجعلنا في رضاك واجعلنا في حماك فيا سيدنا يا من أنت تملك أمرنا يسر أمرنا إلى كل خير واجعلنا من الهادين المهديين ويا رب اجعلنا دائما نرى جمالك في كل شيء ونسرع إلى لقائك اللهم حبب إلينا لقائك في الصلاة وفي كل عمل يقربنا إليك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين